بسم الله ما شاء الله يبارك شيبي شاهي شامي هالريحة انتي بالاول عنجاد يعني ياريت الكاميرا توصل الريحة لحتى يعرفوا بس انا عن شو عم بحكي لك يعيشوا هدييات تكرم عيني لك الله يطول لنا بعمري تكرم عيني يعني بلقلك تكرم عيني لحتى ما تقول ايش بار لك رأيت ويسعد لي صباحو كيفك مرت عمي اهلا وسهلا صباح النور يا صباح الورد كيف انتي كيف ساحتين لك انا مش تقتلك اول شي قبل ما مبلش نشوف شو عم تعملي لنا اكل اليوم قليلي شو هالحلقة عمي عبيبتي عينيك الحلوية لك يسلملي انا القالب غالب طبعا صار هلا عنا برد صار بدنا نسمي القطعة شوية ما شو الله الله يبارك مرت عمي شو غدينا لليوم عمو حبيبتي انا هلا عم قشر بتنجان بدي شاخ المحشي باللبن يعام شاخ المحشي ورز كتير طيب هالاكلة هاد البتنجان ما فيني خلي فيه اشر اسود لان في ناس بيخلو فيه اشر بحلو الاشر بيقلبوه بس بهاي الوصفة اللبن ما حلو اللي يكون بتنجان لونه ابيض حتى ما يصبر اسود على اللبن اهه لاحظي كيف عم قشروا كلهم ونعم خلي شي منشيل كل الاشر هلا نحن عمنا كمية بقتنجان قد ما بده ست البات بتحض قد ما بده ست البات حسب علض افراده هلا انا عم قشر لي دولي ها اعملهم كلهم ماشي هلا مرت عمي بعد ما قشرناه هن كيف منقطعون اه في شغلة مهمة ليلى ما فيني قطو عن دوائرات هاك شو صبع لعنو هاد دوائرات بدي قلية وحطها بيغالي اللبن بدي غري بتفرط معي بدي اعمرنا الاربعة سماك بسم الله الرحمن الرحيم شفتي هيك يعني ازا عملتم دوائرات قلي بيفرطوا باللبن بسم الله الرحمن الرحيم هوا بي نازرة مهمة هلا في ناس هو اسمه شاخ المحشي عبارة عن بتنجانة من شقة ومنحشيها اللحم المفرومي وسنوبر ومنحطها بالصيمين هي وهيك مقشرة ومقطع من شقة ها ومنعبية لحمة ومنسكرها انا لقيت الطريقة الافضل اني لقى حط اللحمة على الوش هي وسنوبر احسن حان هيك عم بعمل انا هيك والا بتشوفو سلامت البدي انجانات انا عن مرت عمي وقطعتهم قطعتهم كلهم متل ما هي قولت بهذا الشكل مرت عمي هلا شم نعمول هلا البتنجان الطعنين هلا بدنا نملح ما فينا نقول اديش الملح نقدم نظرية ستة البيت التبقاهية نظر طلال الملح هلا هب خدهم شوية بسم الله الرحمن الرحيم تمليح عادي متلك انا عمل ملح ايه كان كان مجرع اسب كبب شوية بعد الملح بدي يخط مي اهه عشان يشربوا منيح ما ييكلوا ذات اذا كان البتنجان ملح قبل بالمي والملح ما بيعود بيشرب ذات بالقلم تمام مرت عمي انا باعرف انو منملح كل حبة بدنجان بحبتها ومنحطها عجنب يعني هي شغلة الملح والمي جديدة ما فيك اتمنحك الحباب ملح كتير بدك هكت عمي تنقعي بالمي خليها لبانة ما حمي الزاد منجيب نحنا اطعم من ها منرمصها شو منعمل فيها مننشفها هيك هالطريق هاي دي ما باكت تشرب زاد بالقلي نحلي عاضي بقى طبيعي لكان البدنجانات صاروا جالزين عنا وهلا هلا منحط اللبان مننعني هدول اربع كيلو بتنجان لانو بالطبخ كل كيلو بتنجان الشاخ المحشي بدهم كيلو لبان شايفين الماي لوان تخلي شايفون المزبوت الماي بسمالله راح مان الرحيم اربع كيلو لبان ابدا دل اربع كيلو بتنجان كان الرحيم يعني اللي عيلة صغيرة بيعمل كيلو بدنجان وكيلو لبن على فكرة كل كيلو لبن بدو كباية ماء كل كيلو لبن كباية ماء هلا منحرك اللبن اللي حطه يصير سائل ما في بقلبه ولا كبتولة ولا شي بقلبه أبدا أبدا هلا صار الظاهر نعمين كتير هلا يمكن كيف صار لبن هدا ضروري اشان مايه زا فرط معنا بالطبخ بدو كب مجرد اللبن ما يفرط ويعمل قريشي بالدو كب هلا شو بدي عمل بدي حط ملعقتين طبق أكل نشا ملعقتين طبعا ملعقتين هدول اللي قديمه فعمي لبن هدول 3 كيلو لبن 3 كيلو لبن عدد ما حطت ماء ها معلقتين نشا هلا بحط الماء طبعا بغليك حضكم بسم الله رحمان الله رحيم بسم الله هو كل كيلو لبن مدو كباية ماء اي وكل كليان لبن ملعقت نشا جبل ملعقت نشا جبل كل كليان لبن تمام اي تمام بسم الله الرحمان الرحيم هلا عم لوبن وبضلقهم فاق اللبنات لايكو كداش ماء هدا ماء ما كترت ماء هلا بالبداية بدي حط ماء بعض الغلي تمام تمام هلا حنحط اللبن ع النار مرت عمي بدي حط اللبن ع النار دا حطي يغلي ماشي نحن نلحل وطبعا بدنا نضلل حطه ما بق حط له هلا ماء هلا بس يغلي وشوفه عمل لفاقية لفا بحط له كباية ماء وكبا بقى زيت ماء بقى خالص اذا كترنا ماء بيفرط طبعا مرتكة المعنى تعمل طبعا اللبن بدو تحريك كل الوقت ما بتبا بنترك ابدا ما بنعمل لبن معزي ماشي ولا بينعمل بلبن غنم ما بنعمل الا بلبن البقر الا بلبن البقر بعدين بينعمل ماء بنادورة بتحب تعملو بدرس بنادورة كتير طيب نفس الطريقة نفس الطريقة باس بدل اللبن ماء بنادورة بس هلا نحن هنصفىنا البدنجانى من المايا وعمنقلي هاتي مرت عمي عنك انا رح حرك اللبام لبين ما كانوا غليو يلا يلا شتوه البدنجانات ما هك مرتا يحترقوا بالأخص بطنجان تشرين يبقى غير يبقى طيب كتير هلأ تحطهم المصفية بشان وصفوا هالزاد اللي بيكون شربين بس احتياط لربما شربين شونت في الزاد لأنه نقع عناب المي والملح هلأ أنا عم حريك اللبنات لما تعمي ومارت عمي كانت عم تقلب البطنجانات مارت عمي هلأ هون بهاي المقلية شو حتى عمليح هلأ هاي بهاي المقل بدي حطيت مرع السامن بدي أقل السنوبر بدنا نقل السنوبر فيها واللحمة ولا بعضهم حياتهم السنوبرات مارت عمي حطتهم بالمقلية واللبنات اسم الله ومشاء الله ايه غليوا مارت عمي بتعيشوا فيهم صح سفتي كيفي غلول وقل إذا ما غلي هايك وطلع لأسواء بيفرط معنا هلأ فيني زد الماء هلأ فيني زد الماء بابا يتوقف عمي والبادنجانات عمي ينقلوا بسم الله متل ما قلنا لكل كيلو لبا كل كبايت ماء كبايت ماء أنا كنت عم طعمي ابني بغيابي مارت عمي شو عملت اللاتس نوبر لك الله يسلم هدية هلأ أبا حت سمي بعض المقلية هلأ بدي حط اللحمة اها بنفس المقلية نفس المقلية بدي حط اللحمة تمام هم وهلي البادنجانات عم يسفه هدا بادنجان عمي أم أنا رح يسلم تقليب اللحمة عن مارت عمي أنا حرش حبت ملح فاق اللحمة بكفات شو عمي بدي جان الملح واللحمة يتملحة واللبن بدي ضق التوم والنعنى على اليابس ودي يتملح بدي امتبت بدي كو واعي لها الأمور هايجي نتشت ملح عاللحمة نتشت سبع بهارات طيب لهارات عليها سبع بهارات يعني بهارات ومشكلة هلأ حال فيهم هايجي هول اللحمة عم اللبن أنا وهنيك مارت عمي شو عم تعملي عمون حبيبتي بدي صفوا البتنجان بدي صفوا اغمروا مي واغليه غلوة لحتى كبل ذاك اللي بيتيني شرقه يعني مارت عمي حتحطي مي وتغليه وتكبل مي ايه بدي كبل مي لك أنا أكيد لأنه هلأ كل شي في ذات ينزل بالمي بدي كبل والله وش هتطع الأكل طيبة ومميزة حالو وهول البتنجانات مارت عمي صفصفتهم بصينيتان اسم الله طلعوا الصينيتان عنا وهلأ شو بنعمل مارت عمي هلأ بنا نحط مي فوق هالبتنجان مرطعنا عالباز لحتى يغلوا غلوة بسم الله بسم الله رحمن الرحيم بسم الله سبحانه يعني شوشوا عالغاز هول هن الميات بس بسم الله ونفس الشي بالصينيت التانية هلأ هادا بيغلي بيطلع الزيات عالواش بيطلع الزيات كله منه عالواش لانو الزيت بضلوا اخطهم من المي ها هلا بطلع كلو عالو شو بعمل فيه انا كبو هلا كبو بغمرو باللبان هلا بيها الاسناء مارت عمي شو حتها عمليه هلا بديين اعرز الرز الحد الطويلة هيدا الامريكاني مارت عمي هول اللحمات نشفوه وغير لقنن وميتن نشفت تيجيت شوفيون ها شوينة انا هاك بدي ايهم لا سمني ولا زيت مع الناسي هلا بشي لهم حت فق منهم سنوبرات رح طفيلك الغاز انا هيا لا مش مشكلة هلا بدي حت فق منهم ايش سنوبرات ها بسم الله الرحمن الرحيم بلا سمني بلا زيت بلا سمني بلا زيت اللبن بيكفي بيوفي بطنجان نقلي بكلو هلا خايدة هي ها بسم الله حبات ما شاء الله مارت عمي شا عم تعملي مارت عمي شا عم تعملي مارت يجيب طنجرة مشا نعمل فيها رز نحطها ع الغاز بسم الله الرحمن الرحيم ملعة سمني ما نقول اقل هده رز الحب الطويلة بيحب السمني الله يبارك مارت عمي شا فضيته من الماء شاشية هلا بديكب مية اها بيكونوا زيتات كله انطلعوا كله كله انطلعوا هلا بسوفي انا عم بقلبة بسم الله بسم الله بسم الله شوفي الزيت ماشاء الله صفيني على الأخر هلا مرتعني فضيتنوا من الماء ورجعتنوا على النار بسم الله هيدا اللبن اللي غليناه بالنشا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بس يغلو بيكون لبن جبل شوية منحط اللحن المفرومة فوقن. بعدان نعنع وطوب. عالوش. بس هني ما حيطولو يا مارت عامي لانو. دغري. مستويين. بل حين شاني مستويين. لانو اللبن كن. اللبن مغلي خالص. احنا بلش ويقفوها. كله سخن لانو وسيتو. بيها لأسناء مارت عامي عم تعمل الرز. حطت لشعيريات. بسم الله الرحمن الرحيم. منكتر شعيريات. اكيد اكيد. هادا الرز بيحب الشعيريات. هادا بقى ما تحب الرز. الله الله. من الله الرحمن الرحيم. لابانا ما كانت لشعيريات احمرت شوي. مارت عامي كم كباية رز راح تعمل. هعمل كبايتان عمو حبيبتي لانو كباية الرز هادي بتنفوش. لانو رز اميركاني. رز اميركاني. بحرق الطويلة بتنفوش. بسم الله. ها واحدة. هادا مانو رز بسمتي. لأ مانو بسمتي لأ. لبقى ما بتتعزيات. هيا كبايتان خير الله. ما شاء الله. خير الله كتير. ذا الله. ننقعهم هلا. يناقعهم بمية. ما شاء الله. بتي هيك لازي ميكون لوني ها. تعمل. حتى منا. هلأ بنحطانا كبايتان رز رحيم. كل كبايتين رز بدون 4 كبايت ماء ايه اكيد هلا نشوف نحن لانه رز بيجي انواع او ابتحسي رز بدون 4 كبايت او ابتحسي رز بدون 3 كبايت انا بعيد تعليل بالنظرية اذا بعوز ماء بدي ارجع زيد ماء هلا بدي حط ملح انا بحط ملح ع النظرية بسم الله الرحمن الرحيم ها هو الملح حسب الرغبة هيدا اللي منحطه لعينا نحن حطينا الشعيرية والماء والملح لسه الرز ما نقزبنا بتاعشوتي هالمنظر بتاعشوتي هالريحة لكنها بس اللبن يعقل كيف صار اللبن بس بيجمل شفتي زرعي ما احلى هاللبن ما شو الله دقيقتان بحط اللحن مفرومي ع الوجه لو اللحم غرقي بتضل mine ما بضيع اي مش مشكلة صفيت الرزات مارت عمري؟ يلا صفيت الرزات فرحط عاليل عمري ايه بيكونوا غيليو ، لكن زلعين ماشاء الله مع حنيهم كلا فعيريّ خاي لك تعيشي وتطوخيلا تعال في الوحدة عميكو البازمة حلو محضور الله يطول لنا بعمري حبيبية قلبي بسم الله الرحمن الرحيم وعاد الله حبة رز انبسطوا منك هذي كل مرة الاول مرة بيسمعوا هذى المثل حبة الرز عز الله سبحانه وتعالى نعني لك يا مرت عمي انت العز حبيبتي انت لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تبارك الرحمن حطينا ملاح هذى التومات راسين اعكيه طعم على اللبن نعنى على اليابس وحطه بس نعنى التوم بس ندق التوم هاي تانى شانية لسا مغليناها هالأمان وهى بسم الله الرحمن مرت عمي هذي انا بدقون عنك يلا يلا مرت عمي بهايدة المدقة عن جد حي اللي مدقة شو بتريح بتعونا فارجيكم مرت عمي شو رأيك بهالطومات نعمين على زوجك هاده هو هاده الصح هاده الصح هاده الصح هده هده كتار عصايمية واحدة هده أريد صمونا عصايمين تانى هنه عصايمين تانى والنعنى والنعنى هلا بدي حط النعنى ملعقتين طعم ملعقتين طعم ملعقتين طعم ملعقتين طعم مثل هيدة ملعقتين طبيعي صح بس انا هلا منحها اليوم خلق فهم بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني عن ريحة يا عين ريحتها غير شكل ريحة التوم مع النعنى يا مرت عمي عن جد ريحة كتير طيبة هلا نشط فصينية فصينية اللون صح منخفف النار ولسا نحنا محطين اللحمة هلا نحط اللحمة بعد النعنى من بعد النعنى يعيشوا هاد ديد منحط نص الكمية وننص للصينية ثانية شبتيها الريحة ليلة ما شاء الله الله يبين شبتيها لك اللباء كيف جمد لك اللباء الريحة نزلت لتاحد ع الشريعة عنا بول هلا بدي حط اللحمة كمان منحط نص الكمية الله الرحمن الرحيم من رشن رش لك يعيشوا هاد ديات تكرم عيني لك الله يطول لنا بعمري تكرم عيني حبيبي تلبي يعني بلا قللك تكرم عيني لحتاك باكوليش بار بتعموا حبيعة انتي ما شاء الله الله يبيرك فيطلعوا طيبي صاروا نص ليلة ولا أسبش هلا بعد ما حطينا اللحمة والصنبرة والتماء والنعنعار ونخليهم يغلوا يعني دقيقتان بعد كل شي فيه استوى اللحمة مستوية سنوبر محمد بتنجام مستوية اللبن مغلي ونخليهم دقيقتان ونمت في الغاز عليهم تمام وبقل لك صح طيب تعيشي وتطبخينا يا مرت عمي ضلي بخير والرزات كمان نطرين والرزات خلصوا صاروا جاهزين بعكب يا غزات ساعة قربي ايلا ايلا انا بتعمد اخيلك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شوفي هالمنظر ماشاء الله الله يبارك شوفي هالمنظر اللي بيشاهد بسم الله الرحمن الرحيم شفتي كل حبي واختها انا بطبيعتي بحب الشعيرية بالرز كتير انا هيك بحب بس عجب طيب ترجع ايوه و انا كمان متلك كتير طيب صح كباية الرز اربع كباية اطمان ماشاء الله ولا منغطيهم هلا انا بقول هايتي حاشتة يعني منشيلة كمان عن النار ايه لحشيلة حتا عطا منزور حافكري يا مرت عمي طبخة كتير سريعة ما بده وقت بسم الله ماشاء الله ماشاء الله الله يبارك شيبي شاهد شامي هالريحة انتي بالاول عنجاد يعني ياريت الكاميرا توصل الريحة لحتى يعرفوا بس انا عن شو عم بحكي بعبيلك فصح انتي كتير هيك عن نشف ياريت فكرة ليلة كتير ناس بحبوا يأكل الرز هيك عن نشف انا انا كتير بحب الرز هيك عن نشف بدون اي اشي بدون يعني هيك اسكب الرز لحاله هو صحي ما في عمري صح عنجاد انا مرت عمي الله يطول بعمري عم تسكبلنا هون عم بتحضر الغدع لك الله يطول بعمريك بسم الله الرحمن 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما حكى تقول لك تيشة تزعي غديكي بسم الله مش ما انصح يا ليلة الله يبارك بسم الله ما شاء الله اسا بادنجاني يا مارد عمي لا اسا بادنجاني هلأ شوفوا شوفوا هالجمال شوفوا شوفوا البيدنجاني كيف مستويه بتتقطع معنا بكل سهولة شل لسه شوية صنوبر ولحمة بسم الله يا مارت عمي شو هيدا وحيات الله كتير طيبين بك يعيشوا هديات من قلبك عم تحكي والله العظيم كتير كتير طيبين يعني انا ادائي كلتا لهالاكل من قبل صحتين واوفي فخامي بك يسلم هديات ساعتين واوفيات ساعتين واوفيات هنسكو بيدول كمان من طنجرة كمان هم تسكي بيهم حكير حكير انا ما بحب خلي اكل بسم الله كله بتسكبوه هتعمي بالسعون كله بسكبوه هتحبشوه انا قبارنا وهون حباي بقلبي بينتهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم والناس اللي ما بتعرفة لهالوصفي جربوها انا متأكدي رح تعجبكم كتير انا باعرفة كتير نس بيحشوا اللحمة بالبدنجان مرضى عمي ما هيك قلبة هي اسمها شاخ المحشي يعني بتسكي البتنجان بتحشيها بقلبة بس نحنا هيك لقينة اسهل طريقة صحيح للمتهدين بعدين حسب الانسان لو قدرتو يعني حتى المبتدئين رح يعملوها وتنجح معونه ما هيحسوها صعبة كتير طيبة هلأ بتنجان الليلة بتنجان هلأ موسم بتلاقيه طريق غريب يستوي صحيح ما نوعي عاصي بيجي وقت عاصي ومبزر مزبوط هيدا كتير متل اللي ينزل لك يعيشوا هديات ثكرا معيني لك انا احباقي اكتبولا كومنت حلو لما ارتعملي تحت هي بتقرأ كومنتاتكم الشخص شخص وكتير بتنبسط بكلامكن الحلو اخر شي بقلكون يا اني بحبكن كتير هدك تقولي شي اخر شي مرتعمي ثكرا معينك وعين مشاهدي بالطبع مم موسيقى